السلام عليكم ازايكم وفنانين في فيديو النهاردة هنتعلم رسم الشعر بزاق شعر الرسم البنات بيكون اللي هو الشعر الطويل او الشعر اللي هو بنفس الشكل اللي قدامكم ده اللي هنتعلمه في الفيديو بتاع النهاردة وبطريقة مختلفة برضو جميلة خلاص وبسيطة ممكن لكل نواية يدر يرسم بيها سواء في الرسمة دي او اي رسمات تاني خالص وتحديد الوش ده مش اساسي معنا بس حبيين ترسموه برضو مفيش مشكلة ممكن تبدأ ان ترسموه تعملوا يلوبهم الخطين دول او بنفس الشكل ده كده سن القلم يكون رفاية مفيعة جدا وكل فترة هنحاول نحن نبريب بالقطر او البراية بحيس ان هو يديني سن رفاية بعد كده نبدأ ان احنا هنعمل التحديد الاوتلاين بتاع الشعر بنفس الشكل اللي زهر قدامنا بنعمل اي جزء اليمين والجزء التمال بعمل اوتلاين كل من برا كامل بعد كده بحط التفاصيل في الشعر كل من جوه ابدأ ان انا احدد الجنب التاني بحيس ان هو بيحدد معي الرقبة او الشعر اللي ظهر معي برضو من على الحدود بنفس الشكل او بنفس الطريقة اللي ظهر قدامنا اعمل الخط طبعا هو الخط يكون خفيف يعني شايفين الخط بتاع تحديد الوش نفسه ودركته تقيلة جدا ده طبعا لو فيه غلطة او حاجة مش هيتمسح معي لكن الخط اللي انا عملته برا بتأكد منه انه كل شعرية بسنا فيها مزبوطة او الحدود بتاعتها مزبوطة بحيس ان لو فيه اي غلطة ممكن ان انا مساها حتى لو محدد بألم تقيل فانتم ممكن تحددوه بألم خفيف علشان لو فيه غلطات او اي حاجة لكن لو ايديكم او متعودين ان انتوا ترسموا بالألم التقيل حتى تت احددو بيه بردو مفيش مشكلة ان انتوا ترسموا بالألمين العادي مفيش مشكلة بعد كده احنا عملنا الاوتلاين بالوقت لحديد كله كامل دلوقتي احنا بنعمل الاضغاط اللي موجودة في الشعر نفسها بحيس ان يظهر معي في الشعر منطقة فتحة ومنطقة غمقة دلوقتي انا بعمل اتجاهب بتاعت الشعر وفي نفس الوقت الاماكن اللي فيها اقضاء عالية الاماكن دي اللي احنا كنا بنمسحها في بداية الفيديو اقورتها لكم بردو بحيس ان احنا بنكمل عليها بعد كده نبدأ ان ا حتى نعمل الحدود من تحت كده بنفس الطريقة اعملها خط خط دي الاتجاهات بتاعت الشعر عشان كل منطقة لها اتجاه معين مختلف عن ثاني هو الاتجاه كله جاي من فوق ونزل لتحت ده بالنسبة للناس اللي هي مسلا شايف حالت صورة من البداية بس من الاخر ان الشعر هي بدأ من فوق ونزلات تحت لكن في اتجاهات لكل شعرية فيهم رايحة في اتجاه معين المنطقة دي بتكون فاضية تماما او بيكون فيها شعر بس بس بسORD المنطقة دي هي الفاصل مبين الشعر اليمين والفاصل ما بين الشعر للجمال وعلشان اجيب بداية الشعرية تكون رفيعه كدا بنفس الشكل اللي advertisers كدامكم ده مابادا ان انا اعملها في الرؤforwardه على الاشياء اصدق legendi بحيث ان بداية الشعرية تكون رفيع vert связashi معي وسن القلم ان هلا يكون رفيع بعد ذلك ابدأ ان انا اكمل الجزء الى Hyundai اكمل فيها شعراياة شعرايا وعلى ما اللي الش jour نهن نفس الشعرية طبعا على حاجه التخدر به مش شرط هو ثابت كده لو كده او الشكل اللي اظهر معكم هو طوال قطم ان ترسمو به كده خلاصنا اعتبر الجزء اليمين بحيث اللي هو الشعر الصغير بعد كده ابدأ اخد بقى من الشعرية نفسها او من اخر الشعرية مفيش مشكلة طبعا جات معي رفايا جات معي تخينة مفيش مشكلة بس الشعرية نفسها تكور رفايا باتكلم على البداية بتاعتها لانها بتكمل الشعرية اللي موجودة فوق ابدأ ان انا اعملها شعرية شعرية كده ما احتاجش ان انا سرع ايدي فيها بس بس بسرع لكم بحيث انتو شفت الفكرة بس مش اكتر وتعرفوا الطريقة ولما تجي ترسوه خد وقتكم خالص في الرسمة الرسمة دي خدت مني حوالي تلت ساعة فانتو ممكن تخدر حولكم اكتر في الصورة نفسها ابدأ ان انا اعمل حوالي الحدود بتاعت الاضاءة يعني الشعر يكون خفيف مسلا في المنطقة اللي هي فيها اضاءة او اللي انا محددها لاماكن الاضاءة عشان كده كانت مهمة وقالت لكم انتو تركزوا عليها بعد كده ابدأ ان انا احط درجات خفيفة في النص ما بينهم لكن على الحدود تكون درجة قيلة بنفس الشكل كده بعملها شعرية شعرية كل الاتجاهات نزلة تحت اتحدث الوقت الاتجاهات كلها جاي من فوق نزلة تحت بس هي دخلة بس بزاوية حاجة بسيطة باختلاف طبعا شعر اللي هيكون موجود تحت في شعر يمين في شعر شمال على حسب كل اتجاه الشعرية ماشي فيه بابدأ ان انا ارسم عليها بنفس الطريقة والاماكن اللي هي حوالين الحدود بتاعت الاضاءة اعملها تقيلة جدا ابدأ ان اتائل عليها واحدة واحدة امشي عليها درجة تقيلة جدا واخلي بالي من الجزئية دي بحيث ان انا مدخلش في اماكن الاضاءة في الاضاءة بس تكون درجات خفيفة الشكل ده احنا هنسياحه بعد كده بحيث ان هو يدينا درجة نعومة عالية ابدأ اكملها شعرية شعرية وما تخلش في اماكن الاضاءة وممكن ياخد من هنا بس وقت شوية وانت بترسموه بس خدوا راحاتكم خالص في الرسمة بحيث ان هي بتجمل لكم الرسمة او بتكملكم الجمال بتاع الرسمة لو بترسموا بورتريه كامل حتى كمان لو رسمتوا الصورة دي ممكن تختبروا نفسكم ان انت تحطوا الملامح على الصورة نفسها بحيث تحطوا العين مثلا الانف الشفايف الجزء اللي هو موجود على الصورة وتكملها من دماغكم بحيث كتدريب لكم اكتر يعني وتبعتوها على رابط التليجرام ابدأ ان انصح لها لكم لو فيها اي اخطاء او لو محتاجين في اي رسمة تانية ممكن تبعتوها على رابط التليجرام اسمولكم في وصف الفيديو نبدأ نحن نكملها شعرية شعرية كده هي تكمل معي في الاخر بس هنا بقى عملت الاتجاه يعني دخل بشكل دائر شوية يعني اتجاه يمين في اتجاه شمال بنفس الشكل كده اول شعرية اهم حاجة تكون طويلة وكل شوية بابر الالم يعني هون تظهر قدامك هنا بس انا بابر الالم بحيث ان هو يديني السن الرفيع لانا ارسم به ولو رسمناه بالبراية او ان احنا عملناه بالشكل ده كده ان احنا نبري سن الالم يكون رفيع جدا هو كويس بس يخلص معنا الالم بسرعة والشعر طبعا بياخد في الالم كتير فممكن ان تجربه بالقطر يكون افضل وبحيث كمان تعملوا السن اللي انت عايزينه وما تضغطوش على سن الالم لو السن طويل بحيث ان هو هيتكسر منكم كل ما تضغطو عليه اكتر نكمل الجزء ده واعتبر الجزء اليمين معظمه خلص فاضل بس في التسيح او التضليل وان احنا نمسح فيه برضو زي ما شفنا في بداية الفيديو نبدأ ان احنا نكملها بنفس الشكل كده كمل عليها واحدة واحدة بتقل على الاماكن اللي هي تقلت معي او اللي هي حسيت ان هي قربت من الاماكن بتاعت القضاءة بحيث ان هو يديني درجة تيلي بعد كده اجيب فرشة ابدأ ان انا اسايح بيه على الشعر كله هي مش هتديني التأثير الكبير قوي بس هتسايح معي حاجات بسيطة بحيث ان هي تملأ الفراغات اللي موجودة وسط الشعر او اللي هي وقدة اللون الابيض شوية احنا نحتاج اللون الابيض بعد كده بس احنا بنمسح بيه بحيث ان هو يفتح لنا الشعر اكتر جبت الام تظليل ابدأ ان انا اسايح بيه على الاماكن التيلة والاماكن الخفيفة بحيث ان هو يديني درجة يعني اللي هي قتل من الفرشة بحيث ان الفرشة مش عطياني الواقعية اللي موجودة في الصورة فابدأ ان انا نعملها بألم التظليل الام التظليل ده اعمل لكم فيديو على القناة ازاي تعملوه في البيت لو انتم مش عارفين انتم تجوه من اي مكتبة لكن هو بيكون رخيص وموجود في جميع المكتبات يعني او المكتبات الكبيرة عموما اسمه الام تظليل او الام تسيح اباره عن ورق ملفوف ابدأ اعمل الجزء الثاني زي الجزء الاول بدأت عملت بداية الشهر بيكون رفايع جدا وابدأ ان انا اوصل الجنب الثاني شعرية شعرية بنفس الطريقة بس الاتجاه هنا عكس الاتجاه الثاني يعني هنا كنت بقى نزلوه نحية اليمين هنا نحية الشمال ممكن تلفوا الاسكتش زي ما قلت لكم ده طبعا هي رايحكم احسن بكتير بحيث ان انتم ايدكم متسيحش الرسمة ولا تعمل اي بصمات موجودة عليها وفي كل ده ما دخلتش في اماكن الاوضاء اللي هي موجودة في الصورة يعني انا بعمل على الحدود بس مش اكتر واماكن الاوضاء هعمل لها برضو شعر بس يكون اخاف شوية ابدأ الادة اعمل الشعر على الوش كلها تليميش بترتيب لو انتو تعملوا بالترتيب زي ما رايحكم يعني حبي انتم تبدأوا من الشعر على الوش الشعر على يمين الا عل الشمال هي الفكرة كلها ان انتم تخلصوا قول صورة بحيث انها تطلع كلها معكم مزبوطة نبدأ ان احنا نكمل الشعر اللي على الجوانب كده و المنطقة دي كلها تقيلة معي فابدأ ان انا اعتقلها لو فيها بعض التضليل شوية ما فيش مشكلة ابدأ ان اعمل المناطق اللي في النص بحيس ان انا بقسم اللي اضاءة الكبيرة دي ما فيش حد هيكون عنده منطقة اللي اضاءة الكبيرة دي بيكون حواليها او في وسطها بس بعض الشعر بيكون خفيف شوية هو اللون الشعر هنا مش متغير او اللي هو اللون يكون فاتح مسلا في حقيقة او حاجة لا هو كله لون واحد بس على حسب اللي اضاءة اللي واقع على الصور نفسها ابدأ ان انا نكمل الجنب ده طبعا فيه جزء داخل يمين وجزء داخل شمالي ابدأ ان انا نكمل عليها عملت منطقة اضاءة ثانية موجودة في النص هنا بس الشعر من تحت هيكون اغمق شوية ابدأ ان انا نكمل عليها تغميق كده طبعا بخضر راحتكم في الصورة ما تتسرعوش بنفس صورة الفيديو طبعا هي صورة مضعفة او اكتر كمان من الضعف فانت خضر راحتكم خالص فيها داس ما زي ما قدت لكم خدت حوالي تلت ساعة بالضبط عشرين ديئة او تلاتة وعشرين ديئة كمان خضر راحتكم فيها ممكن لو انت لس بتعلوم او انت تعلم وترسموا الشعر فممكن تخدمكم بنصف ساعة او اكتر في بعض الناس ابدأ بعد كده اكمل الجزء اللي تحت وهو ده الجزء بس اللي فاضل بخلاف طبعا ان احنا لسه نسيع عليها او هنعمل تضليل عليها وبكده فاضل بس الجزء الاخير اللي هو اللي موجود تحت ده لسه بس هنكمل عليه تضليل زي ما زالنا الجزء التاني وبعض الشعر مسلا الحاجات البسيطة اللي هي تفرق معنا في الشكل النهي ويعتبر الشكل هيكون خلص بس الاضافات التانية بتدي برضو ملمس او شكل الشعر بيكون كويس ابدأ ان انا سيحة بالفرشة ممكن اي فرشة عادي بزيات فرش الميكوب بتكون انا عم و احسن بكتير في الشعر بتاعها او فرشة الشعر عادي او اللي نحنا اللي بنرسم بها اي حاجة نبدأ بعد كده نحنا نجيب ألم التوصلين نبدأ ان احنا نسيح عليها واحدة واحدة كمل عليها تسيح كده كلها بحيث انها تديني الدركة والتيالة دي كمل عليها كلها من اولها لاخرها بعد كده اجيب ألم استيكا او اي استيكا دي عادية بس كلها سن السن بتاعي يكون رفيع جدا وامسحه كل شوية بحيث ان هو يديني الرفع او ان انا برسم شعر مثلا او حاجة زي كده ابدأ ان انا امسح الاضافات التانية اللي انا كنت رسمها من البداية فابدأ اكمل عليها واحدة واحدة كده نفس المسح بفتح الاماكن بتاعت الاضافات اللي كانت موجودة معي في الاول وهنا نزل العالية تاني برضو بحيث ان هو يديني ان الشعر يبين طبيعا اكتر شوية او شكله احسن بكتير ابدأ ان انا امسح الجزء ده مسحة الجزء اليمين بعد كده امسح الجزء الشمال هو هيكون صعب شوية في المسح لان الدرجة التيالة بتكون تقيلة قوي على الورقة او الدرجات اللي هي الدرجات اللي هي التيالتيالة بتتمسح بسهولة ابدأ اكمل الجزء ده وعلى حسب اتجاه كل شعرية ابدأ ان انا امسح الاماكن البيضة بتاعتها او اماكن الاضافة اللي موجودة في الشعر ده يعتبر كده المسح كله خلص فضل بس مسلا او امسح الحدود او ايدي مسلا عمل بصمات على الصورة نفسها ممكن ان امسحها ديها بتكون موجودة كتير جدا ابدأ كده انا اجيب الفائع الرصاص اللي هو اللي احنا بنقرسم بيه في البداية ابدأ اعاد على الشعر تاني بحيث ان هو هيا ملمس الشعر برضه ما يدينيش المسح اللي انا مساهته لك بحيث ان هو يhält شعر وفي نفس الوقت منطقة فتحة ابدأ ان انا اكمل علي تذليل واحدا واحدا لحت الجزء اللي vários فوق اكمل علي تظليل برده ارسل شعرب وزيمكننا بنرسم الشعر في البداية أم حاجة سين لألم يكون رفيع بتزاد في المنطقة بتاعة الإضاءة اللية الفتحة لأن الشعري هنا هبان حتى لو حجمات خين أو حاجة لا هبان معي في الصورة دي أبدأ أكمل الجزء الأخير برضو هي دي طبعا هتكون أسهل بكتير من اللي احنا كنا بنرسوم في الأول بحيث ان احنا كنا بنظل البسمش أكتر يعني بيتخلص عن رسم الشعر نحنا نجيب درجة تقيلة وندوس على الألم فكان بياخد مننا وقت شوية فضل بس بعض الشعر مثلا وعملنا على الحدود شوية جزء شعر خارج كده بحيث ان الشعر يبان معي طبيعي أكتر بعملها من على جميع الحدود وهي حاجة عشوية يعني مش شرط حاجة سابتا نحن نعملها لكن هو الشعر خلص أصلا يعني ما فيش في أي مشكلة منساش طبعا الامضاء اللي بتكون موجودة عليها كل الصورة